موسيقى أهلا بكم فعل القراءة وفعل معرفي بامتياز هي عملية تبنى بالأساس على تشفير رموز الكتابة وتفكيكها للحصول على المعنى القراءة هي القدرة على تنمية الذاكرة والإدراك والفهم وحتى الانفعال هي عملية تمكن القراءة من التواصل مع المعارف الإنسانية بالإضافة إلى تغذية عقولهم وأرواحهم على حد سوا القراءة ترتبط ارتباطا وثيقا بفئة الشباب في المجتمع على اعتبار أنها المرحلة العمرية التي تتطلب بناء الشخصية وتنمية القدرات المعرفية والوجدانية فطرحنا لموضوع القراءة للنقاش في بيسراحة يسائلون بالأساس حول وضعية الشباب في مجتمعنا وعلاقته بالقراءة كيف إذن يمكن تقييم هذه العلاقة وكيف تحضر عملية القراءة مع تزام وانتشار الوسائط الرقمية وما هي التصورات الكفيلة بإنعاش فعل القراءة لدى الشباب في ظل التحولات التي يعيشها المجتمع لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الأستاذ مصطفى الشقدالي أستاذ علم النفس الاجتماعي ومستشار البرنامج مرحبا بك معنا أستاذ شقدالي أهلا وسهلا خديجة أحييك ورحب بك من جديد ويسعدنا التوجود بائما كالعادة أهلا وسهلا ونرحب أيضا معنا من شباب مجموعة سحر الكتب بسيد نوردين توفيق في الجزء الأول وسيلتحق بنا في الجزء الثاني السيد حمزة أرحم النفس الجمعية مرحبا بك معنا أستاذ توفيق نوردين مرحبا أستاذ خديجة ومرحبا مستمعين قناة ميديان تيفي شكرا جزيلا على قبول دعوة البرنامج شكرا أستاذ بارك الله فيك طيب بداية أستاذ شقدالي يعني الحديث عن فعل القراءة يستدعي بالدرجة الأولى استحضار ربما السياق العام الذي ينتج هذا الفعل كممارسة فعلي أولا وكمنجز قابل للمقايسة للتحليل للتطوير يعني داخل واحد نسق منظومة دي القراءة ما هو واقع القراءة في مجتمعنا؟ أولا لابد أن أقول لنتصور الحياة بدون القراءة لا يمكن أن تكون حياة بدون القراءة لأن حينما تحدث عن القراءة ربما هناك اختزال للقراءة في فك رموز الحروف ولكن وراء فك رموز الحروف هناك اكتساب المعنى هناك اكتساب إنسية الإنسان هناك قدرة التواصل مع الآخرين هناك معرفة ومعنى وهناك كذلك ما جاء في المقدمة هو فعل معرفي بالأسس معرفي إنفعالي وبالتالي لا يمكن في اعتقادي أن نتصور الإنسان بدون قراءة بمفهومها الجامع والشامل لذلك كان في القرآن الكريم اقرأ وإقرأ هنا كأمر ولدت كأمر بمعنى أن الإنسان يجب أن يقرأ والقراءة تتعدى كما قلت تفكيك رموز الحروف إلى القراءة عن طريق الملاحظة إلى استخلاص المعنى ولكن الآن ربما سنتحدث عن فعل القراءة الذي يفكك الرموز والحروف ليكتسب هذا المعنى في واقعنا الاجتماعي نحن نعرف هناك إحصائية تدل على أن في مجتمعتنا المغاربية والعربية بالصفة عامة نحن لا نقرأ حتى وإن كنا من أمة إقرأة لا نقرأ كثيرا وارتبطت القراءة عندنا بالتحصيل الدراسي التعليمي الضيق لاجتياز الامتحانات ربما هي دائما القراءة أنها رهينة بالامتحان رهينة بالدراسة هذا ما كان سائد ولكن اليوم هذا الموضوع يسائلنا بكثرة الآن مع العالم الافتراضي وهذا العالم الافتراضي لا يمكن أن نليجأ إليه إلا عن طريق القراءة فأنا لا أقول قراءة صائبة أو خاطئة على أيين يجب أن أقرأ حتى يمكن أن نتفاعل مع العالم الرقمي الافتراضي أن أقرأ ما يكتب وأن أقرأ الصور وأن أقرأ الفيديوهات وأن أقرأ بمعنى أن فعل القراءة هو فعل ضروري ولكن حينما نتحدث عن القراءة ربما نتحدث عن قراءة الكتب عن قراءة المكتوب والكتابة والقراءة في نفس الوقت هما عملتين لوجه واحد في العمق من يقرأ ومن يكتب فهو يقرأ يقرأ بمعنى من المعنى يقرأ الحياة ويكتبها ليقرأ الآخرين وهي عملية التداول في وضعية المجتمع الذي نعيش فيه اليوم ربما أن هذه القيمة قراءة الكتاب أصبحت تضمحل وأصبحت أصوات من هنا وهناك وهو الحل اليوم ربما في الاستعمالات التي نستعمل فيها العالم الرقمي والافتراضي هناك بعض المحاولات لشباب نحن لا نتحدث بفكر بمعنى لا نريد أن نعطي فكرة سلبية عن الشباب والقراءة ربما هذا ما سنحاول أن نخرج به في نهاية الحلقة نهاية الحلقة ولكن واقع الحال يقول بأن هناك من الشباب طبعا في الوطن الذي نعيش فيه وفي المجتمع الذي نعيش فيه من حملوا شعار القراءة في عالم القراءة نشعل يعني القراءة ونحن هنا بصراحة لدينا تجربة وهي رائدة مجموعة من الشباب سميت المجموعة القراءة سحر الكتب حدثنا قليلا ستوفيق عن هذه التجربة يعني عن ماذا انبتقت كيف جاءت الفكرة كم عدد المنخارطين في هذه التجربة بالفعل مجموعة سحر الكتب هي مجموعة وطنية وصلنا لحد الآن تقريبا 80 ألف منخارط وهي تشتغل في 8 مدن مراكش وأقادير فاس ومكناس الدار البيضاء والرباط وتطوان وتنجا وهي مجموعة كما ذكرت سحر الكتب جاءت الفكرة من الأخ أسامة اللي مشكور والأخت أمال الفكرة جاءت يعني بشكل عجيب لأن الفكرة جاءت من خلال قراءة الأخ أسامة لأحد العنوين البارزة في أحد المجلات عنوان يحمل 300 ساعة لمصلحتهم وستة دقائق لمصلحتنا وهي مقارنة لنسبة القراءة ما بين العرب والغرب ومن هنا إنبثقت الفكرة مفارقة شاسعة جدا يعني هذه مخيفة بالفعل بالفعل وإحنا كشباب أخذنا على عاتقنا المشعر للقراءة في المغرب لأن مع الأسف فاشكتشوف الإحصائيات ديال القراءة في المغرب كيقول لك بأن المغربي لا يقرأ سوى ستة دقائق أي ما يعادي الخمسة أسطر يعني شيء محزن جدا مؤسف ونحن كشباب الدور ديالنا هو أننا نشر ثقافة الكتاب نعم وأننا نوصلوا الفكرة ديالنا لجميع الشرائح لما لأنا تقرأ كل الناس تأخذ كتاب وتقرأ في أماكن عمومية وتكون عندنا مثلا ثقافة القراءة في الحافلة في القطار لأن لا يمكن يعني بشكل قاطع لأنني لا لن أقول أنني متشائم إلى هذه الدرجة ولكن بالفعل هذا واقع مرير نعيشه فيه كم جميل أن شاب يعني عنده هذا الوحد يلتفاؤل أمام يعني ما يعيشه المجتمع ربما الكل يقول أن المجتمع يعيش أزمة قراءة يعني هناك غزو للفضائيات غزو للأنترنت غزو للمواقع الإلكترونية ولكن بهذا الروح تفاؤلية هذا شيء جميل جدا يعني أحييك فعلا حينما نريد أن نتحدث عن شيء يجب أن نتحدث أن نبقى إيجابيين على أي نعم لما التقيت بهؤلاء الشباب في طنجة عن طريق الأستاذ عباس فوراق لأنه كان من المدعوين من طرف المجموعة لمناقشة كتاب والتقينا فكانت الفكرة من نسبة لي فكرة رائعة جدا كيف لهؤلاء الشباب في هذا الوطن وفي ظل هذه العولمة يستعملون استعمالا جيدا للعالم الافتراضي للتلاقي والتلاقح بين الأجيال وكانت الجلسة رائعة تحدثوا فيها عن كتاب قرأوه وتحدثنا نحن من وجهة نظرنا وبدأنا وجهة نظرنا في ذلك ولمعنى أن القراءة تلاقح في أثناء إذن هي على ما يبدو الفكرة كانت افتراضية كنت افتراضيين وخرجت ربما الموضوع إلى الواقعي بالفعل لأن النظرة دي المجتمع إلى العالم الافتراضي أنه مكان مثلا لتضيع الوقت واستعماله أغلبيا في مسائل سيربية ولكن نحن كشباب أردنا أن نقدم صورة مغايرة هذا تحدي بالفعل تحدي لأنه باش تخرج من العالم الافتراضي إلى العالم الواقع وأكثر من 90 لقاء لحد الآن في جميع موذن المغرب يعني تنقشت فيه كثير من الكتوب يعني شيء يعني وذلكاءات كيفاش كتنظموها يعني واش لقاءات كتكون شهرية لقاءات كيف يعني كتكون هذه اللقاءات في كل أرجاء للمدن المغربي في هذه المدن التي اذكرتها الآن كيف تكون هذه اللقاءات لقاءات أغلبية تكون نصف شهرية نصف شهرية يتم تحديد كتاب وبعد قراءته نلتقي مجددا لكي نناقش الكتاب كل من زاويته وبعد الانتهاء من المناقشة نختار كتاب آخر يتم على طريق التصويت لمناقشته في اللقاء المقبل والجميل جدا وأن هذه المجموعات ليس فيها فقط الطلبة هناك الطلبة هناك المهنيين هناك الحرفيين كل شرائح المجتمع موجودة من الشباب طبعا موجودة في هذه المجموعة ولذلك هذه البدرة الطيبة إذا حاولنا أن نشجعها ونسقيها من أرواحنا وأن نسقيها ستعطي شجرة وارفة الضل شجرة وارفة الضل لأن التجارب البسيطة لأنهم أكثر من يقاربون 80 ألف على المستوى الوطني وفي البداية لم يكنوا يتعرفون فيما بينهم والآن أصبحوا في الواقع والآن يخططون مثلا للقاءات مع مفكرين مع أدباء مع شعراء ويخططون للحضور إلى المعرض الدولي للكتاب بمعنى حركية في المجال حركية في الفكر وطلاقع وهذا هو سحر الكتب سحر القراءة في العمر طيب أنت متخصص أستاذ شكدالي في علم النفس الاجتماعي ولك علاقة وطيدة بما يروج في المجتمع هل فعلا مجتمع يعيش أزمة قراءة؟ لا أريد أن أتحدث عن القراءة ربما هذه مثل هذه البادرة يعني الطيبة الرائدة هل يعني ربما هات الشباب شافوا فعلا أن المجتمع في أزمة أريد أن يقضوا المجتمع لا طبعا هم عندهم هذا الشعور ولكن أنا أفرض وما هذه صرخة هذا نداء استغاثة من برات ربما هذه الأزمة لا أريد أن أقول إنها يقضى لا أريد أن نستعمل كلمة أزمة سامحيني نعم لأن حينما نستعمل كلمة أزمة نصبح في وضعية المتأزم ونكون في خطاب متأزم ونحن نتحدث ونتأسف نحن لا نتأسف نحن نحتفي بهؤلاء الشباب لأن بهذه الطريقة يمكن أن ندفع بالناس القراءة الآن هناك من المشاهدين من سيرى هؤلاء الشباب وسيرى الخارط بمعنى يجب في اعتقادي تحفيز ربما هذا تحفيز هي أزمة حاضرة ولكن لأننا نتحدث عن أزمة أنا قلت في البداية منذ لحظة قلت بدرة طيبة طيبة صحيح وبمعنى أنها بدرة طيبة فإنها جاءت لتغرس بهذه الطريقة لأنه يجب أن نرى ما بعد القراءة وهذا التفاعل الخلاق وأنا كمتخصص في علم نفذ الاجتماعي دائما المجتمع ما يتغير بمبادرات فرضية في الأول بين أشخاص قليلون جدا في البداية ثم تتوسع التائرة ويتوسع المعنى وقال شيء مهم جدا يقرؤون الكتاب ويصوتون ديمقراطيا عن الكتاب الذي سيقرأ فيما بعد بمعنى أن هناك عمليات في مدن في هذه المدن ست أو تمانية ست أو تمانية مدن في المغرب ويلتقون ويسافرون ويلتقون فيما بينهم وربما ليست هذه التجربة الوحيدة هناك يعني ربما شباب أخاري هناك مجموعات أخرى مثلا هناك شبكة تنمية القراءة في المغرب معروفة التي تنشط بكترة لذلك نحيي هذه الشبكة موجودة في الضربدة وفي أجدين ودعونا اللحظة ننتقل لربرتاج ربما سنتساءل فيه عما انبثقت فكرة تأسيس مجموعة سحر القراءة وهل فعلا المغاربة لا يمارسون فعل القراءة الجواب في هذا التقرير مع أحد مؤسسي هذه المجموعة فلنشاهد مجموعة سحر القراءة مجموعة سحر القراءة يبدوا أن الناس في القراءة ولكن في الأحيان أنها مجموعة ستحرك هي قليلة وذلك أفترض أن كانوا هناك وعندما يقرأوا في الهترونجة ونظروا أنهم يشاهدوا الحواجين في المغرب التي تقومون في المغرب ليس إليه صغيرا الناس المغربة لا تقرأ في مقارنة ما بين هنا والخارج نرى في المغربة كما في الاسباس بيبليك في وسائل النقل يجب الناس من الكتاب الهوم ويقرأوا ويحاولون نمو ويقرأوا راسم براسم هنا في المغرب لم يكن هناك الظاهرة ويبدأت تطور الحمد لله ويبدأت تطور سيسال السلوغو دينا ويشال اشكين الحناية باش نزيد ونشجعوا المغربة على القرية لتطور الجسر والفاديئة لتجرى بالقرية على قريبها باش نقتارحوا فيها ونبتجوا بها لزيد دينا لن نكتشعوا بعد اخترا بقير من الفيديون مغرب المغرب كهنا نقشوا بقوة في الدكتور من كأن الان في كل مدينة يقرأوا مهاتك ويقرأوا الان والمرأس كنت تطور خلال المغرب كنا يعني كتار اللي بدينا في هذه اللي دي اللي كنا في كل مدينة شبارك الله بدينا في مدينة أول أبرمون كان في جوان 2013 اللي كان في طنجا طيب إذا نهي لمة شباب وفكرة ربما هاد العلاقة ما بين القارئ والراوي أو الكاتب يا نقطة ضوء هل نفس المنطلقات اللي انطلقتوا منا كما انطلقوا هاد الشباب دي لسحر القراءة مستد توفيق بالفعل لأننا احنا الفكرة جاءت يعني من الواقع الواقع أن المغاربة لا يقرؤون نسبة القطاع متدنية بشكل كبير وحنا الهدف دينا أننا نرفعه من مستوى القراءة في المغرب ولكني كان عرقيل وكان مشاكل كثيرة يعني لا يمكن أننا نتكلم عن القراءة في المغرب ونصف السكينة في المغرب لا يتقنون القراءة أميون يعني يعني هذا إشكال كبير ربما نحن نحاول أن نزرع روح القراءة في الشباب في الأجيال في الناشئة في الناشئة في الأطفال الصغار ومن هذا القضية البارحة كانت لنا زيارة لأحد المناطق هنا في طنجة قمنا بتوزيع بعض الكتوب على الصغار وتشجيعهم على القراءة كان تجاوب بالفعل كان تجاوب ولو أن الكتوب كانت قليلة نظرا لأمكانيات لأننا نحن لا نسعى أصلا إلى هدف مادي لأن الهدف دي هنا تطوعي لوجه الله ولدينا غير على هذا الوطن ونريد أن نرفع من مستوى القراءة إن شاء الله طيب أستاذ شكدالي كيف يمكن لاحظين معي هذا التخاطر العجيب بين مجموعة سحر الكتب وسحر القراءة ومنطلقه من نفس المنطلقات تقطعات وتقطعات وكلمة سحر لماذا حضرت كلمة سحر في القراءة؟ الكتاب له سحر خاص لا هو سحر وسحر ولكن كلمة سحر في اعتقادي لم يكن اختيارها اعتباطيا سأحاول أن أقوم بنوع من تحليل نفسي نظرا لغياب هذا الفعل هي الاعتباطية بين الدالي والمدلول طبعا هذه بسألة هي مسلمة نظرا لغياب هذا الفعل فعل القراءة في المجتمع نعم انقلب إلى السحر إلى شيء غامض نوع ما لذلك كان هذا التخاطر العجيب شباب في كل مدن الآن أصبحا يتكلم عن سحر وكانه يتحدث عن شيء في المخيال نهضة فكرية رائعة طبعا وكانه يتحدث عن شيء في المخيال وكانه يتحدث عن شيء لا وجود له وبالتالي يتكلم عن سحر هو في العمق يريد أن يقول أن القراءة تخرجني من براتني الواقع وتعطيني السحر انفعالي تخيلي معرفي إدراكي في جميع الميكانيزمات التي تدخل في عملية المعرفة وفي العملية الإنفعالية المعرفية صحيح لذلك فهذا التخاطر عجيب بمعنى أن هؤلاء الشباب لم يلتقوا هذه مجموعة وتلك مجموعة تمام يعني الآن أستاذ شكدالي أود أن نغوص في تعريف القراءة في ظل يعني ما نعيشه كيف يمكن تعريف القراءة قلت في البناء يعني ما هذه الحالات هذه لا هو في القراءة كما قلت لا يمكن أن نتصور حياة بدون قراءة نعم ونضرة القراءة في مجتمعنا يعني بمعنى من المعاني أننا لا نعيش حياتنا مكتملة أننا نعيش حياة ربما في صراعة واهية نعم وفي مسائل تافها جدا ولكن حينما تكون في علاقتك مع الكتاب ويقال وصحيح أن أحسن جليس هو الكتاب ولكن في هذه التجربة أقرأ كتاب لوحدي ولكن أعرف بأن هناك من يقرأ نفس الكتاب وسنلتقي لناقش الكتاب كما قلت هناك فكرة التلاقح لذلك فالقراءة هي بناء للمعنى القراءة بناء للمعنى صحيح والإنسان لا يمكن أن يعيش إلا وهو يبحث عن هذا المعنى الحياة لا يمكن أن تستقيم إلا في بحثنا عن هذا المعنى لا يمكن في اعتقاد وبالتالي القراءة هي فعل ضروري في بعض الحالات أكثر من الخبز هي غداء للروح طبيعة الحال هي غداء للروح والعقول ولكن حينما تصبح فعلا مجتمعيا حينما تصبح فعل مجموعة ونستغل العالم لفترات تكون أدكى بمعنى يكون فيها واحد النوع ديال واحد الشرارة ننقل شرارة القراءة وحينما نتحدث عن القراءة نحن نتحدث عن فعل يؤسس له بمن أنه يؤسس له من طرف هؤلاء الشباب طيب وستوفيق ما طبيعة الكتب التي ربما توزعونها التي تقرؤونها وتناقشونها فيما بعد ما طبيعة هذه الكتب هي كتب فلسفية كتب علمية كتب أدبية قصائد ما طبيعتها نحن نقرأ كل شيء نعم ليس لدينا مثلا يعني كتب معينة في مجال معين نعم نقرأ في جميع كتب قانونية يعني الإختيار يتم عن طريق تصويت تصويت تقترح كتب والتصويت هو الذي يختار الكتاب نعم أما الكتب التي وزعناها يعني أصلا نحن نتوجه فقط إلى الأطفال أطفال لأنهم من الأساس نريد أن نكون جيلا يقرأ ولهذا تكون عبارة عن قصص نعم لأنه لا يعقل مثلا أن المغاربة كلهم تقريبا يعرفون أن 14 فبراير هو عيد الحب نعم لكن لا أحد يعرف إلا القليل أن 23 أبريل هو اليوم العالمي للقراءة أو اليوم العالمي للكتاب يعني هذا مؤسف جدا طيب فعلا مؤسف جدا طيب ما دمنا يعني هذا مؤشر على أن هناك أزمة ولو أنك تلح أستاذ شكداري أنه ما نشيوش في الاتجاه السلبي ولكن ضروري نقف أنا دائما نريد أن نبقى إيجابي أكيد أكيد وأنا أيضا لكن مسؤولية من هذه الأزمة هذه البوادر دي هذه الأزمة هذه الظهورة دي الأزمة دي القراءة يعني ربما هناك أطراف متعددة لهذه العملية الكل يتبرأ ويأتي بمسوّغ يبرأ به نفسه من المسؤول تحديدا لا هو إحاولنا أن نعود شيئا قليلا إلى الوراء في السنوات السبعينات وفي الستينات كانت القراءة حاضر على قلتها في المجتمع المتمدرس أو عند الشباب المتمدرس أنا أذكر بأنني كنت أقتني مجلة العربي وداخلها العربي الصغير وكنت صغيرا وأقرأ العربي الصغير وكانت هذه القراءة بالأكثر من ذلك كانت حتى الروايات البوليسية باللغة الفرنسية وتعلمنا اللغة الفرنسية بهذه الطريقة وتعلمنا من الأدب بهذه الطريقة والشعر بهذه الآن في إطار هذه التحولات التي نعيش أو التي بدأت أصبحت الاهتمامات أخرى وأصبحت اهتمامات بالمظهر والتعلق بالمظاهر ولم يعد كنا نتفاخر بأسماء الكتاب والفلاسفة والعلماء كان الشاب حينما يقف ويقوم بإلقاء قصيدة للمتنبي كان يعرف بأنه في هذا الموقع ستلفت الأنظار نحوه ولكن الآن أحاول أن يروق انطلاقا من مظهره الخارجي كنا نتفاخر أنني دارس للفيلسوف الفلاني وقارئ للكتاب الفلاني وقارئ الآن أصبحت الإغراءات وأصبحت التعلق بالمظاهر هو السائد هناك مؤسسات أفلست التعليم مثلا أصبحت التعليم فقط من أجل من أجل البحث عن شهادة معين حتى ولو كانت مزورة مع الأسف شديد نعم وبالتالي لأن القراءة ارتبطت بالتعليم وارتبطت بالوظيفة وارتبطت وكأنها لأنها شيء زائد فقط لأن أصل إلى غرض معين ولكن القراءة التي نتحدث عنها هي الروح هي المعنى هي التلاقح كما قلت هذه القراءة والآن أنا سعيد جدا لذلك لا أريد أن أتحدث عن أزمة لأنني وانا ككاتب كذلك أكتب على الأقل إذا ما كنش عزوف لا ما كنش عزوف على القراءة بالنسبة للشباب ما كنش عزوف لا ما كنش من عموش كي الناس ده ما كين بدايات أولى وكين إرهاصات على الأقل أعرف مسبقا أن لي قراء طيب قبل أن افتراضيين وواقعيين طبعا قبل أن نطلع فاصل هل هناك عزوف بالنسبة للشباب على القراءة أم هناك لا أتكلم عن العزوف ولكن ربما هناك تقصير تقصير لأن المجتمع المغربي هناك أمل هناك أمل بالفعل هناك أمل لكن ما زالت نظرة المجتمع المغربي إلى القارئ يعني نظرة شمئزاز نعم مثلا نحن قمنا بمبادرة في صور الماجازين هي الشارع يقرأ كانت مبادرة جميلة وبالفعل كنا نريد إرسال الرسالة ربما الكل تفاجأ بالفعل وكانت هناك بعض يعني التعاليق الصاخرة على مثال شوفوني كان قرأ مثلا لأنه المغربي عادي أن يرى أجنبي أو غربي يأخذ كتاب بين يديه ويقرأ في مكان عمومي لكن أن يرى مغربيا أخوه ابن جلدته يقرأ بالنسبة له من سابع المستحيلات نعم مع الأسفل طيب إذا شكرا جزيلا لك أساد توفيق نوردين ناشط في مجموعة القراءة سحر الكتب شكرا جزيلا كنت معنا في هذا الجزء الأول من نقاش برنامج بصراحة وسيلتحق بين أكيد معكم زميل في نفس المجموعة حمزة أرحيم إذن مشاهدين نتوقف اللحظة مع فاصل ونعود لكم لنستكمل دائما النقاش في برنامج بصراحة لا تذهبوا بعيدا موسيقى 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 إذن عدنا لكم من جديد مشاهدين ونرحب بكم معنا في الجزء الثاني من نقاشنا في برنامج بصراحة على قناتكم ميدي آن تيفي ونرحب معنا دائما بالأستاذ مصطفى شكدالي مرحبا مرحبا ونرحب أيضا بالأستاذ حمزة أرحيم ناشط في مجموعة القراءة سحر الكتب مرحبا بك معنا أهلا وسهلا خليسة طيب ربما الكل يتساءل على أن هناك تحولات كبيرة كعرفة المجتمع المغربي شنو برأيك أبرز هذه التحولات التي ربما أثرت على فعل القراءة هل كثرت الفضائيات ربما غزو كما قلنا في البداية غزو دي المواقع دي الانترنت المواقع الإلكترونية برأيك نعم بالنسبة اللي ممكن نتحتعلي هو أن الغزو دي الوسائل التواصل اجتماعي بدرجة واحد ولكن الأهم هو اللي ممكن نذكره أنه يؤثر بالفعل وهو نسبة الأمية في المغرب التي تصل إلى 40% هذه من جهة من جهة من جهة أخرى اللي ممكن نرجع له بالأسس وهو النسبة ديال تفاعل المجتمع مع وسائل التواصل اجتماعي هو الأقوى اللي نقدر نقوله هنا هو أن هذا وسائل التواصل الاجتماعي كيف يمكن أن ترجع آدات ووسيلة تخدم القراءة هذه النقطة نقدر نتكلم بأن الناس سابقا كان عندهم عندهم الكتاب الناس والكتاب والقراءة كانت القراءة دخلوا وسائل التواصل الاجتماعي أو عندنا نساء الكتاب جاءت مراحل كما قال سيدين طفح وهو أن الناس بقوا يوضفوا وسائل التواصل الاجتماعي من أجل القراءة هذه الإرهاصات الأولية ما نلاحظه الآن هو أن نشوف على سبيل الميتات فيسبوك شخص أو مجموعة الأشخاص قراء طلباء عمل يصور القهوة ويصور مع الكتاب في الجانب ويقوم بنشرها والتعليقات هنا كمن يقول بأن هذا أمر سلبي والغالبين يقول بأن متشائمين يقولون أن هذا الناس هادوش يقول شوفني أنا أقوم بعمل القراءة وأجلس في المقهى هذا لعم التفاخر ولكن هو في حدته ينفي أن نرى أن واحد مجموعة هادوش يقوم بواحد الفعل الذي هو جيد على الأقل يحفي الشخص آخر وهذا أمر جيد يشجع نعم طيب أستاذ شكدالي يعني لو أحببنا أن نستوضح ونغوص في العلاقة التي تربط بين الشباب والقراءة كيف هي هذه العلاقة علاقة خصام علاقة ود علاقة ربما أكيد أن هذه العلاقة لا يمكن أن نتحدث عنها بصغة واحدة وبصغة المفرد نعم علاقات متعددة باختلاف الشباب باختلاف ميولاتهم متواترة ربما طبعا باختلاف مستوياتهم الدراسية وبالتالي ليس هناك علاقة وإنما علاقات متعددة الذي يهمنا ربما اليوم ونحن نتحدث عن الشباب والقراءة هذه التجارب الجديدة هذه التجارب الجديدة أعطت نوع آخر من العلاقة كيف أنه هذا استعمال دكي ما هي هذه الملامح؟ هذه الملامح هذه الملامح هو أن أنا أقول دائما بأن العالم الافتراضي يقرب البعيد وفي بعض الحالات يبعد القريب فهذا البعيد الذي كان بعيدا نعم أصبح قريبا وبالتالي أصبحت إمكانية التلاقي معه والتلاقي معه في أي موضوع نتلاقي معه في موضوع القراءة نقرأ كتب ونلتقي ونسافر ونلتقي أكيد بمعنى أن المسافات حتى المسافات الفيزيقية أصبحت لا وجودة لها بمعنى أن استعمال دكي جدا والأرقام التي أعطيت منذ لحظة وهناك مجموعات ربما تفوق مجموعة سحر الكتب هناك مجموعات في هذا العالم الافتراضي وهي نشيطة بمعنى أنها تحضر وبكتفة مثلا في تنجة هناك كذلك مجموعة من شباب طلبة بسمها واحدة العملية تدخلها بكتاب بمعنى بمعنى أنك بجد تدخل تفرش واحد سبيكتاك لنجيب كتاب ومنك يجمعوا الكتب وكيف يفرقوهم ما ننسوش كذلك من ضمن تجارب التي كانت رائدة في هذه القضية تحفيز الشباب هي تجربة وزارة الشباب في عهد الوزير السابق الذي كان سي القحص الذي كان دار واحد تجربة ممتازة جدا وهو أن حتى الكتب كانت في الشواطئ كان تحفيز بمعنى أن المشكل هو أننا حينما نتحدث عن الشباب نحن نتحدث عن جزء كبير من تنشيئة اجتماعية في بيوتنا تحضر المطابخ وتغيب الكتب وتغيب المكتبات ليست هناك أماكن للكتب بمعنى لم نفتح عيوننا عن الكتب وبالتالي هؤلاء الشباب يستطيعون الآن بهذه الطريقة أن ينوروا العقول هناك من يقول هناك من يقول تحضر كتب أو كتب دي الطبخ وكتب تفسير الأحلام هذه بربما كترة كتب بكترة أو كتب لتزيين فقط وما دعليها التزاء يعني واحد أو كتب لتزيين لتزيين فقط الرفوف ولتزيين الوجهات داخل البيوت نعم هذا ممكن ولكن علائيين أن الكتاب ليست له مكان في البيوت هذه فرضية وهناك بعض إلا استثنين أساتي دباحتين نعم واستثنين مبما عشاق لهذه القراءة أو شيء من هذا القبيل سنجد ولكن بهذه الطريقة لأن هنا يجب أن ننظر إلى المسألة هنا توحيد في القراءة بهذه الطريقة الشباب يوحد يقرؤون كتاب يختاروه ويقرؤوه يعني هذه التجارب التجارب الرائدة الآن في المغرب هل هي قادرة على ربما استنبات هذه الحب دي القراءة من جديد طبعا طبعا لأنه كيف يمكن أن نفسر عدد المنخارطين وكيف يمكن أن نفسر أن التجربة موصلة إلى التسعين نسأل 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 نعم قلت لي بك بمعنى آخر دعنا منك سنتكلم لا 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 أبدا لا لا أبدا يعني كيف ربما تحضر أو يحضر فعل القراءة في ظل يعني هذه التحولات وهذه الوسائط ديال التواصل التواصل الاجتماعي يعني هل فعلا مثل هذه التجارب قادرة أنها تستنبت من جديد حب القراءة رأيك نعم في حقيقة الأمر أن هنا يعني واحد الحادثة أو واقعة يعني نسردها هو أن أحد الأعضاء في المدينة قامت يعني منذ لقائها الأول قالت واحد المقولة وهو أن أنا كنت أنتظر هالتجمع يعني أقرأ بكثرة ولكن لا أجد أشخاص أناقش معهم ماذا الكتاب هذا فبتالي التجمع التجمعات كما قال شارليا سيد المصطفى وشك دالي هي الأمر نزول الأرض الواقع كنت تجمعات تفوق بأعداد كثيرة يعني تضم من المغرب تبقى افتراضية النزول لأرض الواقع يعطي واحد سبغة كتخلي نستفاعل معاك نعم ومن بين المبادرات لأن كما شار معنا سيتوفيق في المجموعة شار أن كنت ميد المدون في مجموعة سيح الكتوب وأن كنا 90 لقاء للدار في ضرف سنة ونصف الآن هل أنتم عزمون على ربما يكونوا كتر يعني ربما هذا تمام هذا اللي بغيت نشير له وأن 90 لقاء في ضرف سنة ونصف كنا واحد يعني تصاعد يعني بشكل واتيرة كبيرة بزف وكنا مبادرات مثلا قمنا بمبادرات مثل الشجارة المثمرة في مدينة وحدة أخرى اسمها صديقي يقرأ يعني أنا نجي ونقرأ نحن اليوم عشرة رمض رجي حول ما أم كان نجي وعشرين أنا ضروري مطالب أن يجي معي صديق نعم نعم هذه من المبادرات المثمرة المثمرة أن هذه المبادرات صغيرة جدا التي تبدأ برغبة أكيدة من شباب تنجح ولو كان مخطط لها في وزارات وزارة التقافة أو وزارة تعليم ربما لن تنجح هذه التجارب يجب أن نرعاها بطريقة أخرى لأن الشباب عندما تكون لديه عزيمة يقدم على فعل رائعة المشكلة ليس فقط في القراءة أن أجد من أناقش معه ما أقرأ أن أجد من أتحاور معه بعد القراءة أن أقرأ كتب وأريد أن أناقش ما هل ما قرأته ربما له معنى أم لس له معنى وهذا التحاور وهذا التجاوب ما بين أناس في مدن مختلفة هذا هو الإيجابة في هذه العملية طيب إذن سنعود من جديد مع مجموعة سحر القراءة حول الفئة المستهدفة وأين يتم تنفيذ هذه الفكرة الرائدة وما هي أبرز أنشطة هذه الجمعية الشابة فلنشاهد Wir نقوم بها بس carte من شخص ومسفق آخر أي أنه ستجد من شخص كبار الأمر يسمع بس جديد من شخص ولكن معناه بس جديد من شخص الإحلية أنها ستجد من شخص وفي من شخص ومن شخص لأن شخص يمتلك من شخص إذاً相و لدينا شخص وهذا في نفس هذه المماركة يتطلب المهم ، سنهل مع التجiot Woah يتطلب المهمة في المشمع ، وبعد ذلك سنبه على التجانب سنبه على التجارب الوصف يتطلب المهمة وممت ogrom من الكتورات في الإنسان لأن نتستثير من الحجوه لأنه حيث كنت تتلقى جزء الشخص من المشامع في اليهم أكبر جمعوا في كارة هناك أشخاص من هفقه يفتعل في00 أحد مغرب ياسع كتاب الصلاة لأكبر الجمهور فيها تحهيرا كل عام في عمارة الكتب في كل عمارة الكتب يجب كتاب تقدم لكي نعمل المكرو отطورة المقادرين تقدم لتقدم لتناك الكوariس تقدم لكي نعمل الأمر لتقنع المدرسك بلصفة المترجم ويمكن بأخذها في احامنا وتقدم للتنفيذ الواسعيات للحصة تقدم لكي نعمل الزمجارين من تقدم لكي نعمل المترجم لكي ندوزو المساج دينا بسكو السوق دينا هو جميعا من أجل مغرب قارئ ولا أجمل من هد نعم رائع طيب تعليقكم على الكلمة للشباب لا لا أبدأ معك لا وفي الواقع لاحظي معي الدقة في التنظيم نعم والدقة في تنوع الأنشطة لأنا فخور بهؤلاء الشباب صراحة لأن دقة في التنظيم دقة في بعد النظر ويقومون بعمل تنشيء رائع جدا يتحدثون مع الصغار ويتحدثون مع الكبار لأنهم يعرفون أن الكبار كذلك لهم علاقة مع الصغار بمعنى أن المسألة ليست اعتباطية فيها تخطط وفيها مقاش وفيها استراتيجية ويحضرون إلى بمعنى يحضرون إلى المناسبات القبرى معرض الكتاب ويؤثرون ويوجهون بمعنى هذا عمل جبار وكل ذلك عمل تطوعي لا يمكن أن يقوم بهذا الفعل إلا إنسان له من الطاقة الخلاقة ما يكفي ليقوم بذلك لا يمكن لأي وهؤلاء الشباب يحملون لقب شاب لأن الشاب ليس بفئة عمرية الشاب هو من يكون حاملا لمشروع من لم يكن حاملا لمشروع حتى لو كان في العشرين هو ليس شابا قلتها وأعيدها هؤلاء شباب لأنهم يحملون مشروع مشروع زرع لأنها خطيرة الفكرة زرع فكرة القراءة ومن خلال القراءة تزرع الأفقار ومن خلال القراءة يزرع المعنى يزرع المعنى وهو قال غاية القصوى من أجل مغرب قارئ قارئ رائع رائع طيب حمزة هل أنتم لديكم في المجموعة لديكم نفس هذه الأهداف يعني احتل في المستهدفة كيف ربما تنفيدون هذه الأنشطة على أرض الواقع نعم هذا ما كنت أود تحدث عنه منذ البداية كيفش أنكم تحدثوا فعلا على ما هي القراءة كيف يسمي القراءة هذه كيف يسمي القراءة لأننا نسبة 40% نعم القراءة للمدرسة لأننا نسبة 40% للمدرسة كيف يسمي القراءة هو يعني كما اشترتوا لها الدراسة والمتحانات وكيف يصنف على على أساس أنها نخبوية نخبوية تماما تحاجة طرفيهية فعلا من اللي تحدثي نحن كتجمع يعني تمنيات المدن تسعين لقاء كنت قام في العالم في تيراضي يعني ما يوقع يعني من الأنشطة ما يكون في العالم في تيراضي وهنا كما من الأنشطة ما ينزل الأرض الواقعة على سبيل المثال رأى كان مسابقة اسمية سحر الكتب من واحد حتلت سعود فيها جوائز فيها تحفيز فيها كتعلوا مصابقات مئات المراجعات للكتب روايات كتب فلسفية فكرية الكتب وهذه الكتب هذه كما تحدثوا العملية لقراءة ترتبط بأمرين الأمر الأولاني وهو القارئ الشخص الغامض الذي يحب استكشاف الفضول وهنا الكتاب يعني العمليات القراءة تتطلب تتطلب قارئ وتتطلب كتاب والكتاب يعني يعني يعطي نتيجة على القارئ الكتب تحدث طبيعة الأشخاص وهنا كنت تكلموا على لماذا كنت جمعوه تلقى شخص يعني يقرأ كثيرا لشخص واحد كنت قوحة الشخص يقرأ المجموعة نعم فرد الفعل ديال الشباب كيفاش كيشوفوا مستقبلا لا تحدثنا على رؤية مستقبلية ولا تحدثنا على أهداف فنص الأهداف فعلا طبعا المجموعة تسح القراءة ولا نحن كسح الكتب فالأهداف الفئة والفئة العمرية نعم نستدفع جميع الفئات جميع الفئات نعم أنا في الأعضاء أرى صغير أطفال نعم أطفال كنا أستيدة كبار كنا أشخاص يعني جميع الفئات الاجتماعية جميع الفئات العمرية يعني ما نقول ما كنا أستيدة جميعين طبعا الشباب هو شباب العقل ليس شباب العمر تماما الأهداف كما قلت هي هذه نشرة تقافة كتاب وربما لما لا الانتاز يعني احنا وضعنا مؤخرا أن لما لا يكون الانتاز وتجي على الانتاز ليس أي انتاز طبعا من أجل تسويق الكتاب والربح وكذا ولكن الانتاز واللي كيكتب ولما لا نعم نعم لما لا حينما تسمع حينما تسمع الربح عليكم في المزموعة طبعا هؤلاء الشباب بهذه الطريقة بهذه العقلية طبعا بهذه الجرأة نتسأل أي دور الانتحاد كتاب المغرب فيما يقع أي دور لوزارة التقاف فيما يقع أي دور لوزارة التهليم فيما يقع بمعنى نتسأل هذا يسائلنا الانتحاد كتاب المغرب يكتب والقراء يقرؤون الآن وأكثر من ذلك أنا تطلعت هناك مثلا مقهى تقافي لحظة طنجة بطنجة هي مقهى تقافي ربما سنخصص حلقة للمقهى تقافي حتى نعرف ماذا يعني ذلك يلتقون ويقرؤون وبيجمل للغات ليس فقط باللغة العربية هناك قراء بالفرنسية وهناك قراء بالإسبانية وبالإنجليزية وفي ذلك انفتاح على العالم هذه العولمة العولمة ليست هي التقنين ضيق للعالم الرقمي ولكن لا بأس حتى هذه الفكرة ربما جاري بالتجاري يعود بالنفع على المجموعة هذه مسألة اللي هي حق مشروع لماذا لا لا ما كان حضروش ولكن الأسبق لأنه أشر إلى ما عندهم أرباح أو الأهداف لا ما عندهم أرباح أعمال تطوعي ولكن التجارة في بعض المرات إذا دخلت على الخط فسد كل شيء تفسد كل شيء لأن تشيئ الأشياء لأن أنا التقيت مع أولئي الشباب وهم يتحورون ولكن كيفش عيمولوا كيفش عيمولوا الأنشطة دياله لا طبعا لذلك يجب أن تكون أنا هذا هو المعصد تسألت عن الهيئات التقافية وهيئات الكتاب يعني هذا تبني للأنشطة ديالهم على أرض الواقع مبقش افتراضيين واللواقعيين إذا خصم لا ولكن تصوري معي إذا دخلت التجارة ولدخل على الخط ستصبح الشعارات وستدخل أحزاب سياسة على الخط وسيدخل كل شيء على الخط ولم يعد للقراءة ذلك السحر الذي نتحدث عنه نحن نتحدث عن سحر القراءة يجب أن أعتقد من مهام وزارة التقافية أن تسهل الأمكنة التلاقي أن تتبنى مثل هذه المبادرات أن تتبنىها دون أن تسيطر عليها أن تكون لأن حين إذا سيطرت بالطريقة المؤسستية ستقتلها ستموت بمعنى سنسقط في المحسوبية والزابونية وسنسقط في أشياء أخرى طيب حمزة يعني كيف يمكن الدفع بالشباب نحو ممارسة القراءة من وجهة نظرك هذه المبادرات نحييكم عليها نعم برأيك كيف يمكن ربما جذب الشباب إلى القراءة نعم قبل أن أجيب على هذا السؤال نتفعل مع النقطة شارلا سيمسطف الشيكدالي وهو الدور الدور ديال الجهات الوصية كيف شد المجتمع يصبح قارئا نضيف نقطة بالأساس بالأساس وهو أن عندنا مثلا في الإحصاءات كنت نلقى 134 ألف عندهم مكتب وحدة في المغرب نحن كنت حتى تشجيع وكذا فبتالي نحن رغي نسع لك أن رغدي هذا إكره هذا رغم إكره بالنسبة للشباب نحن نكيش مكاتب مكتبات نحن نسع العوائق ونطلقوحنا من نشنوكين وليس عنا كتب رقمية نحن نقرأوحنا بكتب رقمية فبتالي فبتالي لا تعدنا حتى الأجهزة التي يجي هناك من يعلق ويقول أن الكتاب يجهد العين أصبحت هناك قارئات كتب إلكترونية لها حبر إلكتروني متوفرة بأتمينة جد جد مناسبة الإشكال الواحد هنا هو أن هذه الكتب كتب تستهدها من مواقع الإلكترونية على أسأل التي لا توجد في المغرب فبتالي ذلك القارئ الإلكتروني لا يجهد العين ممكن تقرأ وأنت في فراش النوم وتحطوه ممكن التفاعل مع التكنولوجيا كذلك وما هذه كلها إيجابيات نعم نعم الحضور على أن التكنولوجيا يجب استغلالها تحدث على الإراسات الأولية نعم نحن ممكن نقولها صراحة أننا فعلا نعيش الإراسات الأولية لعودة القراءة والدليل على ذلك أننا نجد تطبيقات قد دخل إلى تطبيقات قد تليشارج تطبيقات كتب مسموعة إنسان يكون لا يرى ممكن يقرأ كتب مسموعة يقسمها الأوقات يعني أحتاج إلى طمو ذلك الوقت الميت أنا عندي الفطر أنا مثلا أقوم بالطبخ أنا طالب غير موقع طالب أفاقي طالب أفاقي في مدينة طنج على سبيل المجال أو في أي مدينة أخرى في مدن جامعية أنا كمشي كمشي يعني إذا كنت تستمع لذلك الكتاب فبالتالي أقرأ أقرأ بالتفاعل مع التكنولوجيا هذه ممكن ندخلها في الجواب ديال أن كيفاش يرجع عند الشباب يقرأ نعم كتشير نحببون الشباب القراءة طيب تصورت ديلكم أستاذ شقداني إلي تقدر تكون كافلة بإنعاش هذه الروح القراءة وتصوري طبعا هو في البداية بدأت وتحدثت عن التلاقح نعم لأن حينما يتلاقى هؤلاء الشباب يجب أن تري في علونهم تلك الفرحة وهم يتحدثون فيما بينهم عن الكتاب نعم وفي حضرتهم ضيف من الوزن التقيل بين قرصين أستاذ مخرج باحث إعلامي حينما يحضر كل هذا يكون هناك تشجية ويكون هناك لأن ماذا يقع لأن هذا العالم الافتراضي له من الإيجابيات أكثر من السلبيات حينما يلتقون يعودون إلى العالم الافتراضي نعم وأنا على يقين بأن هذه الحلقة ستنقل في مجموعة سحر الكتب وسيروها سحر هم كائنين هم 80 ألف هدو كل مشاهدين لا طبعا مشاهدين أكيد لأن هشنو بغيت نقول منها بالهدرا نعم وهجة مهمة جدا وأن ذلك الذي لا يقرأ حينما سيرى ذلك صح سيخلق له نموذج آخر وسيخلق له تصور آخر عن القراءة القراءة تمكنني من أن أصبح مرئيا هؤلاء الشباب أصبحوا مرئيين الآن عن طريق كتابة وعن طريق مبادرة نحن لا هذا السحر طبعا أصبحوا مرئيين لأن أصبحنا نتحدث عنهم في الإعلام أصبحوا مرئيين نعم ولذلك هذه الالتفاتات لهؤلاء الشباب ليس للمراقبة ولكن للتشجيع ليس للمراقبة للتشجيع والتوجيه هو الكفيل بخلق نمادج والخروج من ثقافة البوز والخروج من ثقافة المتلصصين والخروج من ثقافة التفاع لأن هؤلاء الشباب متعلم قارئ يتفاعل حينما نعطي القيمة حينما يمر هؤلاء في الإعلام تصبح للقراءة قيمة ويصبح هذا التصور يبنى في أدهان الناس الأساس أن القراءة أمام هذه المنافسة الشرسة لهذه التكنولوجيا كاستشراف ربما للمستقبل أنتم في سحر في مجموعة سحر الكتب يعني ماذا تستشرفون مستقبلا يعني إلى مدى تطمحون نعم طموحات كثيرة نعم اقتراحات ربما الأفكار يعني تجاوزت الحدود ربما أجيب على السؤال اللي طرحتي سابقا بس نربطوه السؤالين معا أن الاستشراف في الرؤية المستقبلية لهذه الشباب طبعا هي تكسير واحد الحاجز ربما نقولوش أجيال وإنما واحد العدد كبير ديالناس لا يمكنوش يكسره ولو أنهم أدباء ومنتجين يكتفون بنخبوية القراءة وربما لكي لا نسي أطعم لكي لا نسي أطعم قراءة نخبوية قلت قبل قليل يعني القراءة نخبوية لكي لا نسي أطعم أن واحد نس تصنف على أن النخبوة ترفي تماما تماما يقول لك أنا طرف بهذا المعنى هي طرف أنا أود القراءة يعني هدو خبه وما يقرأوا قراءة يعني أعلى ش قلت لك التكسير دي لذلك الحاجز أن القراءة ليست لواحد فيها القراءة لجانية وليست طرف ليست طرف القراءة صارت صارت مزانية ضرورة ملحة في هذا الزمن في هذا العزب نجد نقاش من بين نقاشات اللي قلت قلت سابقا ديل أن بارتاجي كذا هو من بين نقاشات أيضا نجد القراءة بالكتاب أو بالكتوب لأجمع أننا بارتاجي وأسماء كتب مؤلفات بارتاجي ولملا كما قلت هذا يستغلال جميل التكنولوجي مثلا تقنية المباشر تقنية المباشر الآن في الفيسبوك تمكن مجموعة مثلا مجموعة سحر القراءة وسحر الكتب التواصل رائع ويمكن أن يشترك تناغم يحصبوا هذا النوع التناغم والتفاعل وبمعنى أنهم سيلتقون في مناسبة هذه الحركية التي تنقصها وتنبثق مجموعة أخرى طبعا هذا هو الفعل التقافي المجدي لأنه تلاقح لأنه يخلق ليس تنزيلا من أي أحد ويخلق من الشباب نفسه والذي يعطيه الروح والذي يطعم هذا ليست وصية من أحد هؤلاء اكتشفوا بأن المجتمع لا يقرأ ودخلوا وانخرطوا في هذه العملية سعيدة جدا بهذه المبادرة نعم ونساعد كذلك والله سعيد عند هذه السحر دي الكراءة أكيد شكرا لك في ذلك كلام أريد أن أتكلم عن أزمة شكرا جزيلا لكم أستاذ مصطفى شقدالي على كل هذه الإضاءات شكرا جزيلا لنوردين توفيق أو توفيق نوردين ناشط في مجموعة القراءة سحر الكتب شكرا جزيلا لك حمزة أرحيم أيضا كنت معنا في جزء الثاني إذن إلى هنا نسجل معكم مشاهدين آخر نقطة في هذا النقاش لهذا اليوم ممتنة لكم لجميل المتابعة شكرا لفريق العمل نلتقي بكامل المحبة الأسبوع المقبل يومي السبت والأحد في نفس الموعد اشتركوا في القناة